طيب هنحكي عن مجموعة الدوال خاصة بكلاس لسترينج. اه عشان اجيب كل الدوال اكس دوت بيطلع لي مجموعة الدوال اللي موجودة في الكلاس هذا في عندي كمية كبيرة من الدوال اللي ممكن تستخدمها. هنمر مرور على اغلب الدوال اللي مشهورة فيه. وتكملة الدوال هادي هنحكي عنها بعدين. في عندي دالة اسم هالينت. الدالة هادي لاحظ انه ما بتاخدش مدخلات. والقيمة المرجعة تبعتها انتجر. يعني ايش بتسوي الدالة هادي. الدالة هادي بتحسب لك عدد الحروف اللي في الكلمة. هنا عندي كلمة جافة اربع حروف فهترجع لاربع حروف. طيب استدعيها. انت هيك ما استفدتش منها. كيف بدك تستفيد? بتعرف متغير من نفس نوع القيمة المرجعة. وبتحكي له خزن لي يا فيه. مثلا انتجر ال بدها تساوي سوري. انتجر ال بدها تساوي الاكس دوت لينث. تعال اطبع الال هيطبع لك اللي هو اللينث تبع الكلمة. هيطبع لك اربعة. اللي هو عدد احرف الكلمة. لو حطيت اي كمان اي كلمة تانية هيطبع لك برضو عدد الاحرف اللي موجودة فيها. هي عشر احرف. طيب هل بتشمل اي نعم بتشمل لو حطيت هنا هيطبع لك ستة لانه بيعتبر كاركتر موجود عنده. تمام? ولو في كمان كلمة تانية بين اي كلمة وكلمة هيحسب لك برضو هذا اللي بين الكلمات. اذا اللينث بتطبع لك طول او عدد الاحرف او عدد بنسميهم اللي موجودة في كلاس اه في المتغير او في الجملة اللي موجودة عندك. طيب ايش فيه دالة تانية? في عندي دالة اسمها كاركتر ات. تمام? الكاركتر ات هادي بترجيه لي الحرف في المكان معين. طيب هنحكي عنها بعد هيك. اه في عندي اه دالة اسمها هادي الدالة بترجع لك لاحظي القيمة المرجعة منها عبارة عن ايش وظيفتها? هادي بالعرب بنقدر نقول انها بتقص الاطراف. تمام? فبتيجي بتقول له مثلا اه تمام? وبدي اطبع هادي ايش بتسوي? هادي الكلمة لو كان عندك مثلا زي هيك كلمة بالشكل هذا بتقص المسافات اللي في البداية واللي في النهاية. تمام? يعني هذه الكلمة لو انت طبعتها مباشرة لو قلت له اطبع لي اكس هيطبعها لك كيف? هيطبع لك اياها بالمسافات البادئة او الهادي شايف? هيطبع لك اياها بالمسافات اللي موجودة فيها. طيب لو قلت له اطبع لي اللي هي نفس اكس بس مجصوص منها الفراغات اللي موجودة فيها. راح يطبع لك كلمة لحالها فقط من غير المسافات. اذا كان الدالة اللي اسمها تاخد الاكس وبتقص المسافات اللي في البداية والنهاية فقط اللي موجودة الفراغات اللي موجودة في الكلمة وترجع لك الكلمة صافية. طيب لو في فراغات في النص لو في بالشكل هذا ما بتقصهم. الفراغات اللي في النص ما بتأثر فيهم لو استدعت الميثود اللي اسمها تريم. بس بتقص مين? بتقص اللي هو اللي في البداية واللي في النهاية. هادي الدالة اللي اسمها طبعا اه في عندي دالة تالتة اسمها الربليس الربليس برضو بترجع تمام? الربليس هادي تبدلك نص بنص يعني انت عندك كلمة جافة هادي انت مثلا بدك تبدل حرف الايه بحرف اه بنقطة مسلا فبتيجي بتقوله بده ابدل حرف الايه بايش? هايو التارجت والربليس منت. بده ابدل حرف الايه دوت. تعال استدعيها. ايش هتسوي? هتبدل لك حرف الايه بدوت? شالت كل حرف ايه? وحطط لك مكانه دوت. اذا الميثود اللي اسمها بمعناها استبدال بتبدل لك حرف بحرف او كلمة بكلمة. لو جيت قلت له بتدلي كلمة جا او قلت له بتدلي كلمة ايه في بدوت هيبدل لك ايش? برضو حرفين بدوت. هيشيل لك كلمة ايه في وهيحط لك مكانها دوت. اذا الدالة اللي اسمها وظيفتها انها تبدل نص بنص اخر. لك قدامها نشوف في حاجة اسمها كيف تبدل نمط بنص او نمط بشغلة معينة. هادي الدالة اللي اسمها في عندي دوال تانية في عندي اكتر من دالة منها بتاخد اكتر من اه نوع اه في عندي ايضا اه دوال اخرى اه حكينا عن اللينث اه في عندي دالة اسمها اللي هي ايش بتسوي بتحول لك الدالة من يعني لو كان الاحرف مثلا هاي الاحرف هادي هتحول لك الدالة كلها بطبع لك اياها بلاحظ كيف طبعها باحرف طيب ايش في دوال تانية في عندي دالة اسمها اللي هو دمج هادي بتعمل نفس فكرة الزائد يعني هادي الدالة اللي قلت لها كونكات مثلا ايه اندرويد ايش هتسوي هتجمع لك كلمة جافا مع كلمة اندرويد يعني بكل بساطة كأنك عملت اكس زائد كلمة اندرويد هادي الدالة مكافئة للكلام هذا تجمع لك النصوص مع بعضها دالة اسمها كونكات اختصار لكونكات نيشن تجمع لك النصوص مع بعضها طيب تمام ايش في دوال تانية في عندي دالة اسمها اندكس اوف اندكس اوف هادي بتعطيها حرف احنا لسه ما خدناش الكاراكتر خليها لبعد هيك لسه ما خدناش في عندي تمام هادي اه اغلب الدوال اللي موجودة في اه كلاس في دوال تانية هنحكي عنها بس لانه ما حكينا عن كل الداتا تايبس لما ننخلص موضوع الداتا تايبس هنرجع على بالتفصيل ونحكي كل الدوال الخاص فيها تمام ترجمة نانسي قنقر